السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرده نتكلم على البيم وخصوصا البيم مع الفسادة مانجمينت او يسموه البعد السابع اللي هو عبارة عن ادارة المنشأة بعد ما خلصنا البناء والناس خلصت المكان المتاحة والكرين وكل حاجة وبدأ التشغيل ممنى وخدمة الناس مرحلة الديزاين تصميم دي خلص خلصت مرحلة البناء مرحلة البناء سلمنا للمشاغل او للمالك مرحلة البناء اللي بكلام بها اللي هي فسادة مانجمينت المراحل بتاعة المشروع من اول واحد لحد ستة ده كل ده بغني وبعد كده المرحلة السابعة اللي هي الوبريشن طول ما احنا شغالين بنتطور في الموديل بتاعنا البروجيكت انفروبوشن موديل بي اي ام وبعد كده ندخل بيبقى بيكون 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 وبعد كده كل الحاجات دي بتبقى في بيم اكسسيوشن بلان عشان نبدأ شرق بها فالأول حاجات بيكون مطلوبة ان احنا بنشوف ايه الحاجات الاسسية اللي هي الاو اي ار وبعد كده الحاجات دي بتدخل معنا في الاي اي ار وبعد كده بتدخل في الاي اي ار وبعد كده حاجات دي كلها بتدخل في وبعد كده لما بنخلص الموديل بناخد الموديل دوت بنحواله من موديل وندخله معنا في زي الزي بلدر مثلا يبقى احنا عندنا هو عبارة عن اي دي ما فيش حاجات معها ونضيه بس اعمل لاتبرة احكينا متجاوزا تو دي الاكس والواي السري دي اكس اند واي اند زينت لطول العرض والذكاعة الفور دي بنضيف بعض الزي بحيس ان انت تشوف المبنى ببينة ازاي تبدأ كل جزء يزار معك وبعد كده عندنا الفاير دي اللي هو كابتال كوست وبعد كده بندخل على الفاير دي اللي هو كابتال كوست وبعد كده بندخل على الفاير ساكل اف ام اللي هو الفاسلاتي مانجمنت ده الفاسلاتي مانجمنت طوات دي عندنا الفاسلاتي داتا وبعد كده الحسلاتي مانجمنت طوات دي اللي هو السراتيجي هو الانر طيب وبعد كده الفايل بتاعة البي ان انت يكون عندك المعلمات المطلوبة موجودة في مكان واحد تقدر تحصل عليه عشان تاخد القرور بيكون من ايه بقى المدوات الاسد الريسر والتودي والسالي دي والاسكادول والصائل والسالة منجمين لازم عندي ادارة للانيرجي عندي ادارة للمشروع الانفيرومنت تدرس تحكم في كل حاجة في المبنى تخيل ان المبنى برا مثلا عن خندق وعندنا مثلا 100 غرفة فكاش معقول لها كل ما تحصل المشكلة واحد تسل بيك نصبك الأحداث قبل أن يكون في بيه حد تجاه لك رسالة خلي بالك وصل متكيب بوايز فتصلح قبل ما حد يدخل الغرفة ويحس متكيب بوايز ويبعد تشتكي طبعا نحن عندنا دورة كده للتطوير ونحن نشوف الكلانت عايز ايه ونحن نحط الاسق في الموديل لو نحن عندنا الموديل في كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها نحن نحن نتقدر كامل سيونة ونحن نتقدر كامل المتابعة كل حاجة كما نتعايز نحن خلال نحن ان اتخيل اللي عندنا الموديل في كل العنصر في كل الحاجة اللي احتاجها وده مثلا في ملف الكوميب بحيث ان انا اestro اقل معمل سيونة بالعنصر يجيب كل المعملة تحته طبعا مهوة ويحيث ذا كلها ويقول الطوير موديل إيضا يقول لي ده النهاردة في كذا وكذا دي الموديل التي هوت عندي ميكانيكال دزاين 2D دزاين سلتيفكيشن شيت الاناليسيس كواليتي دي كومنت البياند اي دي اللي هي بايبينج المنتيننس الانسايت واللي هاد كل ده يكون موجود في موضل واحد تقدر تاخد القرار من خلال ان انت تطلع على المعلومات الموجودة حقوق الانه فبعدة فسات المنجمينت من المقابل فبحالي الفسات المنجميمنت الاستراتيجيكيكيكيكيك cau pen من خلاق من موضل اطلر احصل كل المعلومات القادمة موضل مركزي this is the management consistmind في مرحلة الزائن في مرحلة البلد في مرحلة الوبرات و مانجمينت المشكلة في فساعة مانجمينت العادية عشان كده متاجين البام ان انت بتستلم من الكونستروكشن كمية معلومات رهيبة غير منظمة فتلاقي كمية كبيرة جدا بالداتا و ممكن ان تدخلها دي بتبقى مشكلة انما لو هي اصلا معمول كل بامل فتلاقي هو موضر بامل كده ظريف بتعمل سايفت على انصر بتلاقي كل المعمولات الخاصة بيه معمول لها قضيت تقدر تشغل عليها و دي من ضمن الحاجات اللي هي المهمة جدا اللي هي موضوع الداتا لان انت مسلا في كل مرحلة المراحل بيبع عندك كمية معلومات ده الاسلوب الترداشن العادي ان انت عندك مراحلات البرانينج انا بتخبط في مرحلات الزيم بتلاقي المعلومات بدأت L جامد ان تيجي الانتقال من هنا ت هنا في ورقة بيديها في حاجة بالطير بتايع فبتيجي في مرحلة الكونستروكشن بعد ما بعد كمية مرحلة المعلومات بتبدأت L مراحلات الكونستروكشن لو متخلص تيجي تسلم الابريشن بتسليم ما يبقاش مفبوط فبتلاقي كمية معلومات رأيب الرجل اول مرة بيفتح الابريشن مفروض في نقل المعلومات ما بيتممش بطريقة صحية في البيم هو موضل واحد بتديل التاني عشان تيكمل عليه فياخذ الموضل ويبدأ يكمل عليه مش في مشكلة تانية لما يكون الرجل بتاع البيم مش هازدك الموضل اللي يدول لك كاد فتلاقي المعلومات حاوث معاك والطالة نجيب شركة حوالك كياد البيم وقت كده الشركة دي ما تدازش فعشان كده هكنا عمليين محاضرة في العقود ان انا لازم اتأكد ان الموضل من الحق المالك هو اللي هيخد من الناس هنا في المرحلة دي يخد الموضل يدي المرحلة دي يدي المرحلة دي يدي المرحلة دي يدي المرحلة بكون افضل لو شفت واحدة بتتريع اخد الشغل من اول الاخره ماشي معاك من اول مشوال لاخر مشوال بحيس انه مالكش كل شوية لا ده اللي قبلية شغل وحي شو انت عارب السباكين لما يدخل على بعض لازم يعني يتكلف الشغل اللي قبلية احنا اهم حاجة بالنسبة لنا في وضع البيب ان احنا نقدر نتحكم في التكلفة ونقدر نتحكم في الاداية احنا نجينا نبص هنلاقي ان فعلا مرحلة ومرحلة التشغيل دي يتكلف اكثر بكتير من مرحلة الدزاين والكونستركشن يخفي ان هي بتقعد بقسين كتير جدا اكتر بكتير من حالة الدزاين والكونستركشن وبنلاقي ان في مليارات تقريبا من 7 مليار بيديع في موضوع عدم تناسك المعلومات من مكان لمكان فبيحتاج ان احنا عندنا نزام قوي يقدر يعمل التعاون بين الاشخاص ويقدر يقدر معلومات كاملة عن الاماكن الموجودة وعن كل العناصر الموجودة في المبنى فبيبع عندي فساة ماناجمينة بدأت السلوية عادية تشوف كل حالة تتعمل بشكل كده انما في الموضوع اسهل وبنقلل تكلفة وبنقلل الوقت ويقدر سيطر على اي مشكلة موجودة في ساعة يعني في نظام عبارة ان لحد يشتج من حاجة فانو رح يشتج بالشركة بتاعت السيانة ولو ده في مشكلة في المكان فالله نروح عبرها الصح بقى مخلال البم ان بقى في زي سنزور بقى فيه ارتباط بالعناصر كلها تبدأ تقول لي ان الحاجة دي كم مشكلة اروح عملها وانجرد مثلا انا بابعت الرجل هي اقرى المعلومة فبيروح نقل المعلومة دي للموقع بتاعي اونلاين مثلا او من خلال الموبايل يجمع المعلومات ويقول لي ده في مشكلة في المكان فلاني من خلال الايباد او خلال الموبايل او التابلت اقدر اقرأ المعلومة او البركوود وينقل لي كل المعلومات اللي انا محتاجها وخلي بلنا كده خلنا في حاجة اسمها البيج بيم يعني كمية كبيرة جدا من الدافا بحصل عليها محتاجها تنظيم ومحتاجها تنظيم ها البيم هوت وعند الظوم الـ وعند الظوم الـ وعند الظوم الـ وعند الظوم الـ وعند الظوم ان��요 وتعام نفسك وعند الظوم Control اللذين نتمسي بالتجمع انجاء تنظيم هنا تتقري على طول هنا تتقري هنا تتقري هنا تتقري هنا تتقري هنا تتقري هنا اي معلومة في اي مكان تتقري في كل فبائل الماكين ده هيديني امكانيات قوية جدا وهنشوف ان CFM هيتساعد منه وهنشوف ان اي حاجة في استفادة من موضوعات كامل المعلومات نقدر ان اي من المكانة الجديدة نقدر نعمل عليها في الموضوع عندي ادارة كاملة للمشروف ده اسناك ده بعد الكنستركشن كل معلومة تبقى موجودة في مكان واحد بحيث ان اقدر اعمل دينا سيدي الحاجات ديات وفيه تواريخ وفيه ما اعرف كل الحاجات اللي موجودة فيه الفكرة كلها ان في ملف كوبي ده كان بياخد وقت كتير اوه في الشغل معنا ديت ميلي ادوي دلوقتي لا اصبح في اخر المشروف بدوس اكستراكت فيروح مخرج لكل المعلومات بالمعلومات اللي انا محتاجها بالداتا بكل عنصر موجود في اني اريا موجود في اني سبيس كل المعلومات اللي انا محتاجها عشان اقدر تاخد قرار وطبعا الوارلس سنسور بيبدأ يدي معلومات عن اي حاجة بتحصل في المشروع بحيث ان ابدأت في المشروع على طول وبنقدر ان نعمل فعندنا الموديل سواء ريفت اركيكات تيك لاي حاجة واللوحة الاوتوكاد بنبدأ ان نجمعهم مع بعض وحيث ان بعد كالسفاد منهم في الاسمانجيمنت في الاسمانجيمنت في المنتيننس في البرتفوليو بلاننج وبروجيكت مانجيمنت موف مانجيمنت استراتيجيك بلاننج وهكذا فانا عندي الموديل بتاع البيم ده اللي هنعمل له استراتيجيكت لكوبي بحيث ان احنا نقدر نشغع عليه في جرامج الاسمانجيمنت وعندنا اول حاجة بنكتدي بيها المشروع اولنا الو اي ار وبعد كده ال اي اي ار وبعد كده ال اي اي ار اي اي ار في اي 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 ار تبعت بيها المشروع وبعد كده بقى فيه و بعد كده نشوف المعلومات اللي احنا محتاجين لها لتشغيل المشروع فالقيمة المهمة جدا للبيم ان هو بيوفر الوقت للمالك و بيوفر الفلوس ان الوقت يعتبر الفلوس اثناء نظهر في حيات المشروع فاحنا بلاقي ان سنويا فيه فلوس كتير جدا بتصرف او بتخدر فيه الحساب المانجمينت نقدر تحكم فيها لو احنا نستخدمين البيم مصبوط فالمالك بيلاقي بشكل كتير جدا بيلاقي ان فيه ستين في المية ماجور كابتال بروغرام ما بتدارش ستين في المية من المشاريع ما بتدارش تتسم بالوقت والتكلفة المستهدفة او اللي احنا عمي حسابنا عليها و تلاتين في المية من التكلفة الكونستركشن الورك و خمسة و خمسين في المية من تنس بيبقى فيه سيونة و فيه التكاليف نقدر الحاجات دي لتحكم فيها فمن خلال البيم هنقدر نعظم الفايدة و نقلل التكلفة و نبدأ نعمل عملية السيونة المبكرة اللي هتبقى أبهر بكتير من السيونة تحصل مشكلة لنبدأ نفلحها فمن خلال البيم هيبقى فيه كواليتي أفضل هيبقى فيه تفاعل أكثر هيبقى فيه فهم أكثر لي الدزاين هيبقى فيه تقليل لي عمليات الريورك هيبقى فيه تقليل لي التكاليف و الكليم ان كل شوية تحصل حاجة فهيقولك لا بشو ده اللي تفن عليه فمطالبات بحاجات أكثر و كذا فكل مرحلة من المراحل بنلاقي ان فعلا فيه تأثير ان يبقى فيه المعلومات مركزية فيه موضل واحد بدل ما فيه لواح كثيرة و ممكن يكون اللغة متعارضة و بنعد نشوف طبقاني أصح طبقاني اللي فيه المعلومات السيئة وأعتبر أغلب الدول المتقدمة بدأت تعتمد على موضوع البيم في الموضوع دوت محيس ان هو يبقى فيه ديشتال سيستم و تكلفة الكونستركشن و تكلفة زيب حدوث في المئة بلنما البراشن للتشغيل بحضوث ثمانين في المئة فدلوقتي الأنظمة اللي هي زي C156AFM Computer Mental Health Management System و Computer ID الصباحات تاخذ المعلومات شجوع من البيم يعني مش تجازم cute system اللي شغل به لا هو نسل Systemễ استخد auraيةل من البيم خلال نوع هى صبيايافر أو رواك Certain optimistic 다دام بس الفكر كل الهنا ما بياخد من البن بيبقى فيه المعلومات واحدة ما بيبقى منتعرضة بيبقى فيه المعلومات الخاصة بكل سيستيم وكل كيوب منت وكل زونس موجودة بتوفيرها ده فساة منجمينت كل مكان لازم بيبقى لي رقم معين والرقم ده بترتيب معين وكل كيوب منت معروف المكان بتاعها فينا كمانا في الاكسيل المكناة ده موجودة في الاسباس دوت والترخسين بتاعتها كزا والمالك بتاعها كزا وتلاقي فيه جدوى الهوض موجود الطيب بتاعتها وعدادهم وكل واحدة موجودة فين والمرك بتاعها كين وكل تفاصيل اللي انا ممكن احتاجها نحوض ومن الكونر والتليفون بتاعه ايه بحيث ان ايه عود اللي يحصل هو يتصل النافسي يبعث اميل للشخص دوت ويدي ان انا اتصل بيه بحيث ان هو هيجي اعمال سيانة الحاجات ديت وفيه اسكادول المنتينز يعني هنعمل سيانه كل مسلا اسبوع او كل شهر او فيه كده بغير مفروض انه يتغير كل هده كده فهو يبعث ليه التحذير ان في الفترة دي لازم يكون فيه السيانة الحاجات ديت فدى كل ما عادر الموجودة الفلور بلنسي الاريا الاريا calculation الشينج order documentation شوك دروينغ اهم اللي يضطي Lebe t работать Carq hrt و g ph و qumi والxls والxls والcs ذي كل ظن Jeremy وكسل ده عبارة ان انت بتكتب الكومنتات على الملف حيس بدل ما تبعت لشخص المشروع كله بمكن تبعت لكومنتات بس لنوع مع المشروع بدل ما تبعت للمشروع تاني تبعت لكومنت ساحت جيجا 2 جيجا بدل ما تبعت لملف واحد ميجا في كل التعليمات او كل الكومنتات طيب تعليم شوف بقى ملفة كوبي اللي احنا قلناها كذا مرة ده ملف كوبي بيبقى من مرحلة الزام بيصدر لفصيلة imagined بس هو مش عبارة عن بس ده ده هو بيتصدر بكل المعلومات الخاصة اللي بنادر نصدرها من الموديل عبارة عن process عبارة عن مطلبات البيم بيبقى عندي مثلا component بيبقى ما معرف هو weapon space وكل اسم موجودة في any floor وكل floor موجودة في any facility وبقى فيه ثلاث حاجات ما بيستدرواش من الموديل مغالبا نحنا ندخلهم manual اللي هو job اللي هو عمال السيانة والresource والزبار اللي هي القطع الغيار بني بعرفين كل مكنة القطع بالغار بتاعتها المفروض تتغير كل قد ايه وبقى فيه معلومات ممكن ندخلها من خلال الموديل كل شخص مسؤول ممكن نكتب الاسم والايميل بتاعه documentation issue المشاكل ال coordination ال attribute ال connections فكل ده بيبقى موجود فيه مناف ال BIM بحس ان المدير بتاع الفاصيلتي management بيقدر يتحكم فيه كل المعلمات اللي هو عايزة فبتبقى المعلومات منظمة ما بقىش فيه فاقد للمعلمات اللي احنا كلها نتكلم فيه فعند ال rivet بيتصدر الكوبي لأي برنامج من برامج الفاصيلتي management زي maxi و zverder ال EIR بنشوف المالك هل هو محتاج ايه المعلومات اللي محتاجها فيه فاقد بيبقى بعض الناس يقول لأ انا عايز بس صور mechanical and electrical equipment وهدوا يقول لأ انا عايز كل حاجة حتى الزرع الزرع طب ايه علاقة الزرع في فاقد بيبقى اه ليه التواريخ معينة ليه انت تسقيه فتبقى عارف ان انا مسلا هسقي يوم ويوم فيبدأ كل يوم ويوم يحذرك يقول لأ مفروض تسقي الزرع نهارده هذه المعلومات اللي موجودة بيبقى فيه تأسيمة تحت كده في جدول ال Excel عند contract, facility, floor, space, zone, type هتلاك على قناة بمقاربية بتاعت الموضوع على اليوتيوب شرح ليه الحاجات دي ازاي نصدرها وازاي نشعل عليها لان ملف الكوب ده من الحاجات اللي هي المهمة جدا ان انت تقدر تعملها فالملف الكوبي بيبلغها في كل المعنمات وcontract وتزاين ونبدأ ان نحط المعنمات بتاعت الكوبي ويطلع لي الملف Excel sheet هو ذا اللي من بديه لبرامج الحساس المانجي منت تشتغل عليها construction, operation, building information, exchange فاحنا طول ما احنا نشغاليه في المشروع بنبدأ نديف المعنوات وطبعا مهم جدا موضوع الـ information ملف الكوبي اولا عندي مجمب حق في كل المعنوات عندي في الـ NBIMS البريطاني الامريكي وعندي الـ BSF190 البريطاني ده الامريكي وذاه البريطاني والاثنين بشارع نفس الملف الكوبي نحن مشاكل هطلع الملف ممكن XML اللي ممكن مافك سلم تقدر تعمله on board في برامج اللي انت شغال علي فانا عندي End of Design كل مرحلة من المراحل بنحط بعض المعلومات المفيدة في ملف الكوبي ونطور عليها في كل مرحلة ناخد نفس المعلومات ونضيف عليها بحس ان انا بعندي كل وصير النمبر وصير النمبر الـ PEM data flow في كل مرحلة من المراحل ونبدأ نضيف خصائص واتريبيوت العناصر يعني ما فيش عمود بيضاف بس الخصائص بتاعة العمود بتزيد معلومات بنزيد فاول من المراحل خلاص ضيفنا كل الاعمادة وكل الحيطان وكل بوابك بس في كل مرحلة بنزود بقى المعلومات وفي كل المعلومات اللي هي تم عن المشروع ما بقىش منول ما بقىش منول بيبقى اوطماتيك مثلا مثلا في السلطة هنكتبت في ايه الفلور هنبدأ نعرف كل اللي فليات الزون عبرها مجموعة من الـ Space الزون عبرها مجموعة من الـ Barbell الـ Green Day Option ممكن تدخلها وممكن ما تدخلها يعني الـ يلي ديت بالدخل الـ Barbell سعاك بتبع مطلوبة و الـ Green Day Option لازم كلها تشوف هل هي فعلا مطلوبة أغلى لكم الـ 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 باستفن لازم يقولي هي مجودة فين يعني انها عندك مكنه وماجرش هي موجودة في اني دور وغرفة و مالغرفة و مالغرفة ومعنوات السنة بتاعتها ومعنوات الوزن بتاعتها اي 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 سي ده ملفة عاملها البلدينج سمارت بحيث ان انت تقدر تتبادل المعلومات من الريفت للساب للتابس للأركن كل برامج تحت الباب تقدر تاخد المعلومات للملفة اي 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 سي وتصدر للاي اي 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 سي الب stopping بكم انتصار هذه البرامج كبير اي 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 سي انتظر تعاويل الايف سي تتعامل مع بقية البرامج من خلال الايف سي ان تل邦 للاي اي 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 سي ده البرامج كبير صدر طول انت کارت المعلومات بغيث ان تكون هذه النصر ي كلها بільد شراء الايف سي بجميع ق دار الف اي 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 سي تبدو صدر بيبقى ملف صعب ان انت تقراه بس هو كل برامج تقدر تقراه ايه وبراع تشافره زي الهتش تي امي اللي كده تعم؟ اندستري فونديشن كلاسز هو براع ملف في المعلومات تقرأ مشتركة بين بيت البرامج براع عند البيان موديل لقدر حاول الافي سي بعد كده الافي سي تقدر تدخل متعلقت الاناليز على كوستي ميشن على الاتش فاك على Aubrey وك صدر البراع مات الإطلاق هذه كل البرامج متعود نبخل الافي سي لو انت شغل بالاربي كاد صعب تدي معلومة ريفيت صعبت اندال التقلا تقدر تدخل الافي سي وتعمله امبورت في بيت البرامج واتلكي في كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها باقي رموز تحت وكده ويبدأ تأخذ كل المعلومات والارتفاعات وكل حاجة نتعيزة بدأ التأثيرون تحته وتبدأ تلاقي كده أول مريل ويتس دابل الهاي دابل وهاي كده كل المعلومات الخاصة بيه البردش بيبدأ يكتبها في هاية رموز مثلا كل تفصيلة موجودة في هاية رموز اولما بصدره بيطلع لك كده بسيط بسيط بس هو مقري ويقدر شغل بيه Xtml IFC في infrastructure ترسلتها ب IFC ومع GML بحيث ان انت تقدر تعمل إنتجريشن بين البام والجي اس وفيه كود اللي هو البي اس الفمانتين واسعين البارد سري بتكلم هو عن موضوع ال 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 انا بيقولن ان انت إذا تنظر المعلومات داخل المنشاة بتاعتك وتقدر تبعاتها للأوبرايشن هو يبدأ يعمل تعدلات ويبدأ يشوف الملفات بتاعتك كنا كلمنا عن الخريطة دي بالتفصيل في الكود بيسا 32 الجزء الثاني والتالي وبرضو الجزء الرابع بيتكلم على ملف الكوبي اللي انت عايز تتوسع فيه موضوع 6 management الكوبي إن شاء الله يعني تابع القناة بيت الماريبي هتلاقينا بنزلين تفصيل الحاجات دي بإذن الله ورأي عن طريق أمثلة عملية في المشروع ده بتاعتم سيلكت على أي عنصر بيبدأ يجيب لك كل المعلومات زي بسرعة كده زي بلدر هتلاقي نشرحينه في القناة بيت الماريبي إن شاء الله ده مثلا المبنى هو مثلا ده في الربد بعد كده احنا محتاجين نعمله نقسمه زي ما عايزين يعني فيه مباني الدراسية فيه مباني مثلا معامل وهكذا بحيث أن تبقى عندي كل المعلومات نقدر نستخدمها في الفسادة management زي U-PIM ده من برامج الفسادة management أو هو بنسهده في الفسادة management تصوى معامل لو يتربط بين البيم وحاجات تانية تبقى تأخذ كل المعلومات اللي انت هعايزين وطبعا لما يكون شغل بالحالات هي هتقدر تتحكم فيه المبنى ويتحكم في كل المعلومات اللي انت محتاجها شكرا